أربع بشارات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما البشارة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة والحديث ولو كان يبشر بالجنة للأعمال أما البشارة الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه أما البشارة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة وأخيرا إليكم البشارة الرابعة حيث يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي عندما نقول اللهم صلي وسلم أبارك على سيدنا محمد ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأخيرا تصور معي في كل صلاة يسل الله عليك عشرا فلو أنك أرسلت هذا المقطع إلى عشرة والعشرة إلى عشرة والعشرة إلى عشرة وهكذا حتى وصلوا إلى ألف وكلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فكل أجر في هذه الصلاة سيعود خيره ونفعه عليك لأن الحبيب علمنا أن الدال على الخير كفا عليه أسأل الله العلي القدير لمن نشر هذا المقطع أن يجعل له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج وأن يرزقه من حيث لا يحتسب والسلام عليكم ورحمة الله